أصوات إلى درجة من الجسامة يعني الخطأ ليس جسيما نسميه بالفرنسية الفوتغراف يعني تمكنك أن هناك خطأ ولكن ليس جسيم خطأ صغير مثلا إذا تأخر الواحد هذا خطأ هذا تقصير في العمل ديره إذا وقع شي نزاع بينه بين الشيزامي ديره كان شوية دير القلة الأدب شوية دير القلة الأدب ممكن نعتبره خطأ يعني تفاعل مع مع الواقع كان مقلق عنده مشاكل في الدرجة زيت شوية مع زمي ديره في العمل ونفاعل ولكن مشي ما وصلش للجسامة طلبنا منه واحد العمل وتأخر فيه شي شوية ولكن ما كانش شي ضرار كبير ما قامش بواحد الواجب ديره على برقل الفناه به ولكن ما كانش عنده شي ضرار كبير يعني ممكن تدركه وممكن نصلحه ما كانت مشكل هادي كل أخطاء اللي كتعتبر أخطاء غير جاسيمة ولي كتعطي الحق للمشغيل أنه يخد واحد تدبير تأذيبي في حق الأجير ها التدابير ما كان قبطوش ونختارو ناخدو أي تدبير لأنك اللاحظ في الواقع وأنه المشغيل من اللي كي بغي يقدب شي واحد مزيان تعطيه توقف عن العمل اللي كنسميه بفرنسية لا ميزا بيه تعطيه تمنيا موقف عن لا مخصوش يدوز لتوقف عن العمل مباشرة مليم بغي نتاخد تدابير في حق الأجير عندي واحد تدريج خسني لازم نحتارمو كنا نبدأ بالإنذار بالإنذار بالفرنسية اسميه الـ هو اللول يعني دار واحد خطأ نصف له إنذار مزيان؟ دار خطأ آخر دائما ماشي خطأ جاسيم غدي ندل له توبيخ دار خطأ آخر غدي نعطيه توبيخ آخر دار خطأ رابع تيمكن اللي نغيره من مصلحة للمصلحة أو نوقف عن العمل ما نقوله نوقف عن العمل ما نتعدوش ثماني يام ديال توقف عن العمل وما نخلصوش الأجرة دياله في ذاك الثماني يام عادي لوصلنا للخامسة في نفس السنة نفس السنة أرتاكب خطأ للمرة الخامسة وغنأخذ تدبير في حقه إذن إذا درت هادو بربعة سنفتهم الخامسات يمكن اللي نفصلوا عن العمل إذن لازم بالتدريج ميمكن ليش نتعدى الإنذار ونعطيه توبيخ أبدا ميمكن ليش نتعدى الإنذار والتوبيخ ونعطيه توقف عن العمل نعم وإلا فهذا التدبير التأديبي لاغي هاد تدبير من ليه كنصفته أنا للأجير عن طريق رسالة مكتوبة مع الإشعار بالتوصل أنا كننصح للأجير أنه ياخده ولحسب رأسه مظلوم يجاوب عليه مع الإشعار بالتوصل وتقولوا أنا كننرفض هذا التدبير كذا الإنذار والتوبيخ لأنك كتتهمني بأنني درت ودرت 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 وأنا سنقول لك بأنني هاش ندرت وهاش ندرت وأنا ممتفقش مع التدبير اللي أخذتي ودائماً مش غير تيخبر مفتش شغل والأجير في الجواب ديالو تيخبر المفتش أيضاً بهذه الرسالة وكين ما يتقال في هذه المعلومة هذه كين زاف ما يتقال قد نكتفي بهذا الشيء هذا ويمكن ندرجو أيضاً في اليوم المقبل إن شاء الله نتكلمو يمكن على الفحص الطبي اللي كيديرو المشغيل اللي كيكون أجير حتى شهادة طبية مثلاً اللي كنسموه الفرنسية اللي كنسموه الفرنسية اللي كنسموه الفرنسية